موسيقى 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 كان جحا يعمل حطابا ليكسب قتعيشة وفي يوم من الأيام كان نائما فحلم بأن شخصا قد أتاه ليشتري منه الحطاب فعرب عليه أن يعطيه تسع دنانير رفب جحا وطلب منه أن يعطيه عشر دنانير لكن الرجل أصر على عرضه وقال له لا تكن طماعا وخذ ما عرضته عليك أفضل من أن لا تأخذ أي شخص موسيقى 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 من قفاه فمهب الوالي من كرسيه وقال له كيف تتجرأ يا جحى وتصفر مني بهذه الطريقة فقال له جحى نا يا سيدي أنا لم أصفر منك أنا امترى بأم عينيك الحمار كيف يقلب صفحات الكتاب وينهق ويقرأ فأنت لو كنت تعرف لغة الحمير لعرفت بأنه كان يقرأ فقال له الوالي بأن القابي يقول عكس ما تقول أن تفرد عليه جحى وقال فليقل للقابي ما يريد ولكن يا سيدي كيف نك أن تصدقه ولا تصدق مراته عينيك تردد الوالي قليلا وقال له ألم تعترف يلقابي بأنك قمت بخداعي فأجابه جحى بكل ثقة وقال وكيف لي أن أفضعك يا سيدي فالذي يريد أن يفضعك لم يولد بعد سكت الوالي قليلا ثم قان له يجب أن أفتبرك إن كنت ثعما وان من الأولياء الصالحين أم أنك شخص جاهل ومخادع فتدفل القابي وقال للوالي اتركه لي يا سيدي سأفتبره أنا أمامك وسأثبت لك بأنه جاهل ومخادع فوافق الوالي على طنب القابي ثم التفت إلى جحى وسأنه قائنا أين يقع نصف عالم يا جحى فأجابه هذا الأفير بأن نصف عالم هو ملك لسيدنا والي وإذا لم تصدقني يمكنك أن تقيس الأرض من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وستجد بأن مركز الكرة الأرضية يقع هنا في عرش الوالي وكان نوالي سعيد جدا لسمع جواب جحى أما القابي فقد أراد أن يحتج عن جواب جحى لكن هذا الأفير قابعه وقال له بلهجة شديدة قليلا ألا يعجبك أن يكون مركز كرة الأرضية يقع في عرش سيدنا نوالي وإن لم تصدقني فاسأل العلماء الحاضرين هنا في المجلس ولأن الوالي كان يقرب منه العلماء المنافقين فقط فقد صره كلهم قائلين طبعا فكلام جحى صحيح فقد قرأنا عن هذا الموضوع في أدة كتب لم يرد القابي أن يتحدث أكثر في هذا الموضوع حتى لا يظهر جاهنا أمام الوالي وحابدا عليه فقال له سأسألك مرة أخرى يا جحى كم عدد النجوم الموجودة في السماء فأجابه جحى وقال له عددها هو كعدد شعرات رأس والي فكل شعرة لها نجمة تقابلها في السماء فقال له القابي أثبت لي ذلك فرد عليه جحى قائلا قم بعد شعر والي وستعرف الإجابة فقال له القابي إذن سنحضر الحلاق ونسأله أتى الحلاق وطلبوا منه والإفصاح عن عدد الشعرات الموجودة برأس الوالي ومن خوفه من الوالي أجابهم بتردد قائنا يوجد 150 ألف شعرة التفت القابي لجحى وقال له هل سمعت يا جحى جواب الحلاق كم بعد النجوم وأثبت لنا الآن بأن عددها هو 150 ألف فوافق جحى على ذلك وطلب منه ومن الحاضرين أن يتبعوه إلى سطح القصر بدأ جحى يقوم بعد النجوم وبعد عشر دقائق بدأ الوالي ومن معه يشعر بالملن لكن جحى لم يكف عن عبي النجوم وكان يقول للقابي هل رأيت هذا القمر إنه يحجب بعض من النجوم وسمنبغر حتى يفتفي ونكمل العد فكان له القابي لا لمنبغر حتى يفتفي فقال له جحى حسناً إذن قم بسحبه قليلاً يميناً حتى أكمل عد النجوم فرد عليه القابي وهل هذا يعقل؟ لا أحد يستطيع فعل ذلك فرد عليه جحى وهل يعقل أن هناك أحد يستطيع عد النجوم؟ لكن لا بأس فيجب علينا أن نتأكد من ذلك أو أنك لست مقتنعاً بأن عدد نجوم السماء هو نفس عدد شعارات موجودة برأس سيدنا الوالي لكن لا بأس فيجب علينا أن نتأكد من ذلك أو أنك لست مقتنعاً بأن عدد نجوم السماء هو نفس عدد شعارات موجودة برأس سيدنا الوالي لنسأل العلماء إذن استدار جحى إلى العلماء وقال لهم ما رأيكم في هذا الموضوع؟ فنقق الجنيع بنفس الوقت وقالوا طبعاً فكل شعرة من رأس سيدنا الوالي تقابلها نجمة متلألئة تضيء في السماء ولا داعي للتأكد من ذلك لم يجد القابي ما سيقوله لجحى فسكت فقد أصبح موقفه ضعيفاً جداً أمام الوالي الذي تدفل وقال لهم يدفي إلى هذا الحد لقد صدقت يا جحى ونزل الجنيع وهكذا استطاع جحى الإفلات من العقاب لكن القابي حطد على جحى أكثر وقرر أن ينتقم منه فأرسل له بعد عدة أيام شخصاً ليبربه بكف أمام الناس لكي يهين فبق الرجل ما بلب منه وبرب جحى كفاً مؤلماً فضبب جحى وقال له كيف تجرأت وبربتني هكذا؟ فرد عليه الرجل وقال له أنا آسف فقد ضلنتك صديقي وأردت أن أمزح معه فقط لكن جحى لم يسامحه وأفذه إلى القابي الذي قال له حسناً يا جحى سيدفع لك هذا الرجل عشرين بيناراً لكن الرجل قال له ليس معي نقود فلمز القابي للرجل دون أن يراه أحد وقال نه اذهب وأحبر العشرين بينار الآن أوقفه جحى وقال بالقابي لكنه سيهرب فرد عليه القابي وقال لا تقلق يا جحى سيعود ومعه النقود ومر وقت طويل والرجل لن يعد فعلاً وكان القابي منشرلاً في دراسة بعض القبايا أما جحى فقد كان منزعجاً من هذا الأمر وعرف بأنها حيلة من القابي لينتقم منه فاقترب منه جحى بسرعة وضربه بكف قوي فمهب القابي بغبب وقال له ماذا فعلت يا جحى فرد عليه هذا الأفهير وقال لقد حكمت بأن الكف ثمنه عشرين ديناراً ومن المفروض أن أدفع لك عشرين دينار لذلك عندما يعود الرجل ومعه النقود خذ منه العشرين دينار لكن القابي رضب ضبباً شديداً وأمر حراس بسجن جحى سمع الوالي بالقصة فذهب إلى القابي وقال له ليس لدي قاب في مدينة يقرب فمدام أنك قد سمحت لجحى أن يهينك هكذا فقد فقدت هيبتك أمام الناس ويجب علي تبديلك بجحى فرد القابي وقال ولكن جحى هو أيضاً قبرب فأجابه الوالي قائناً صحيح لكن جحى ذكي ولم يترك حقه يبيع بل استعابه وكل الناس تتكلم عن ذكائه فرب القابي وقال جحى ليس ذكياً بل هو مخادع كبير قابعه الوالي وقال لقد أتيت من المجلس ما إن سمعت قصتك مع جحى وقد تركت العلماء هناك يتماقشون في موضوع مهم ويتجادلون وسأسأل جحى عن هذا الموضوع وإن عرف الإجابة سأعينه بدلاً منك فأفذ الوالي جحى والقابي معه إذا المجلس وسأله رئيس العلماء وقال يا جحى هل من الأفضل أن نمشي أمام الجنازة أم وراءها رد جحى وقال الأمر بسيط جداً فلا يهم أن تمشي أمام أو وراء الجنازة المهم أن لا تكون أنت دافلاً نعش فضحك كل من كان حابراً في المجلس وقال له الوالي وهو يقهقه بأعلى صوته لقد سبقت يا جحى ثم عينه قابي وفجأة دفل كاتب القابي مسرعاً ليخبر القابي القديم بأن هناك قبية مستعجلة ويجب عليه حلها فقال الوالي ها قد أتاك الافتبار أول يا جحى لنرى ذكاءك في حل القبايا ثم طلب من كاتب القبايا بأن يدفل أصحاب القبية إلى المجلس وبعد برهة دحل رجلان متحاصمان فطلب جحى من أحدهما أن يطرح قبيته فقال أنا يا سيد القابي حباب بسيط وفقير وفي هذا الصباح ذهبت إلى الغابة كالمعتاد وأفرجت فأسي وبدأت أحبابي وبعد عدة لحظات مر بهذا الرجل وبدأ يسجعني على العمل ويصفق بحرارة وبعد أن انتهيت من جمع الحباب طلب مني أن أدفع له ثمن تشجيعه لي لكني رفضت أن أدفع له لأني لم أطلب منه ذلك وها تدأتين إليك لتحكم بيننا تذفل الواري وقال سيحكم في مسألتكما القابي القديم أولا ثم جحى لنرى أي الحكم أفضل ثم أردف قائلا وإن كان حكمك هو الأفضل أيها القابي سأتركك في منصبك فقال القابي هذا الرجل مشجع ليس لديه أي حب عند هذا الحباب فنظر له المشجع ورد عليه قائلا حرام عليك يا سيدي أنت تضيع تعبي كله وهذا لا يربي الله فقال الوالي حسنا جاء دورك يا جحى اقترب جحى من الفطاب وقال له أرني الدنانير التي ربحتها من بيع الحطب فتح الحطاب كفه وإذا بيده عشرة دنانير فأخذها جحى وبدأ يرمي الدينار تلوى الآخر في الأرض ويعدها وكانت تحدث صوتا وبعد أن انتهى طلب من الحطاب أن يجمع ماله من الأرض ثم التفت إلى المشجع وقال له هل سمعت صوت الدنانير فرد عليه بنعم فأجابه جحى قائلا أنت أيضا ستأخذ حقك لذلك خذ صوت عشر دنانير فقد شجعته كثيرا أعجب الوالي كثيرا بحكم جحى ودهائه لكن القاضي تدخل وقال يا سيد الوالي إن جحى رجل ماكر وهو يخدعنا هل تتذكر عندما وعدك بأنه سيعلم الحمار القراءة والكتابة في مدة ثلاثة أيام فقط فقال له الوالي نعم هذا صحيح فرد عليه القاضي وقال ولكن الحمار يعرف القراءة فقط التفت الوالي لجحى وقال له هذا صحيح يجب عليك أن تعلم الحمار الكتابة أيضا فأجابه جحى وقال هذا أسهل شيء تطلبه مني يا سيدي فقال له الوالي وكم سيتطلب ذلك فرد جحى بأنه سيعلمه الكتابة في مدة عشر سنين فالإنسان يحتاج لمدة طويلة حتى يتعلم وكذلك الحمار فكر الوالي قليلا وقال لجحى حسنا وإن لم يستطع الكتابة سأقطع رقبتك فوافق جحى على ذلك حاول الحاضرون في المجلس إقناعه في العدول عن هذا الأمر وبأن يخاف من شر الوالي فهو لا يرحم لكن جحى أصر على قراره وقال خلال عشر سنوات القادمة إما أن يموت الحمار أو الوالي أو أموت أنا وأنا أراهن بأن الحمار هو من سيموت فضحك الجميع على جواب جحى بعد مرور عشر سنوات لم ينسى الوالي موضوع الحمار فأرسل في طلب جحى لكن جحى كان قد باعه في السوق الكبير وأخبر الوالي بأن الحمار قد سرق منه فأمر الوالي حراسه بالبحث عنه في كل مكان إلى أن وجدوه وأحضروه للوالي الذي قلب من جحى أن يريه الآن كيف يكتب الحمار فرد عليه جحى القائلا يا سيدي إن حمارك بطيء الفهم فلم يتعلم الكتابة جيدا بعد ويجب أن تمهلني عشر سنين أخرى كي أستطيع تعليمه الكتابة فقال له الوالي لا تدخل القاضي وقال يمكنك يا سيدي أن تعتمد علي وسأحكم على جحى بقطع رقبته فأجابه جحى لا لن تستطيع ذلك فأنا القاضي وليس أنت ولن يحكم علي إلا سيد الوالي وحكم الوالي يجب أن يحترم ويطبق ثم طلب من الوالي بأن لا يغير أبدا الحكم فوعده بذلك كتب الوالي الحكم في ورقة ثم أعطاها للقاضي القديم وطلب منه أن يقرأه أمام الكل فقال القاضي بصوت عال لقد حكمنا على جحى بالإعدام غدا أمام الناس فرح جحى جدا وبدأ يحتفل ويهلل ويصرخ قائلا يعيش الوالي يعيش الوالي استغرب الناس من ردة فعل جحى واتهموه بالجنون وبدأ بعض الناس تحاول إقناع الوالي في الرجوع عن قراره لكن الوالي قال لهم لقد قلت كلمتي ولن تتغير أبدا في صباح اليوم التالي ذهب الحراس لإحضار جحى وإعدامه لكنه أوقفهم قائلا اليوم ليس هو موعد إعدامه بل هو غدا لكن قائد الحراس أصر على تطبيق الحكم اليوم لكن جحى أسرع وطالبه بقراءة قرار الوالي المكتوب بخط يده على الورقة فاستجاب قائد الحراس لطلبه وتأكد بأن القرار يطبق فعلا غدا وليس اليوم فنجى جحى من الإعدام وأخبر قائد الحراس الوالي الذي أرسل في طلب جحى الذي هو الآخر قال له لقد وعدتني يا سيدي بأنك لن تغير قرارك أبدا فإعدامي سيكون غدا وغدا لن يأتي أبدا أعجب الوالي بذكاء جحى كثيرا وعينه مستشارا له ترجمة نانسي قنقر